موجز اخبري جديد على موقع صدى البلد أهلا بكم نعاء الرئيس عبدالفتاح السيسي المشير محمد حسين طنطاوي حلقاد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق وقال الرئيس فقدت مصر رجل من أخلص أبنائها وأحد رموزها العسكرية الذي وهب حياته لخدمة وطنه لأكثر من نصف قرنه المغفور له المشير محمد حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق كما نعى النائب محمد أبو العنين وكيل مجلس النواب المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع الأسبق ورئيس المجلس العسكرية كما تقدم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد طيب شيخ الأزهر بإخالص العزاء إلى أسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة وإلى أسرة الراحل وذويه والقوات المسلحة والشعب المصرية داعيا المولى عز وجل أن يتغمده بواسعي رحمته شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي فيلما تسجليا بعنوان عبور جديد والذي شمل عددا من إنجازات قناة السويس وقطعات مختلفة بالدولة وجاء في الفيلم التسجلي إنجازات الدولة المصرية في تحقيق عبور جديد وتتشين منظومة فاق وشريين تنموية تربط سيناء بالوادي ومنها نفق الشهيد أحمد حمد الثنين أكد دكتور محمد معيط وزير المالية أنه سيتم بدءا من اليوم الموافق 21 من ستمبر الحالي صرف مرتبات شهر ستمبر الجاري وقد تم تقسيم الوزرات والهيئات والجهات التابعة لها على خمسة أيام خلال هذا الشهر على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين في مكينات الصرف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية مهيبا من الجهات الإدارية اختار العاملين بها بموعد بداية الصرف بما يسهم في تخفيف التزاحم على مكينات الصرف الآلي بقدر الإمكانة على النحو الذي يتصق مع الجهود التي تبذلها الدولة للحد من التجمعات واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية الممكنة لمجبهة تداعية كورونا والتيسير على المواطنين وتخفيف الأعباء عن كاهلهم ألنت قناة الحدث نقلا عن مراسلها بأن تلفزيون الرسم السوداني قطع البث معلنة عن محاولة انقلاب فاشلة في السودان حيث قامت قوة الجيش بغلق جسر النيل الأبيض وأضافت القناة أنه تم إحباط محاولات الانقلابيين في سيطرة على مبنى الإذاعة حيث أن محاولة الانقلاب بدأت فجرا عند الثالثة ألنت هيئة الأرصاد الجوية أن اليوم هو آخر أيام فصل الصيف حيث يشهد ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة على كافة أنحاء البلاد ليسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري مائل للحرارة على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد ويكون معتدلا ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى معتدل الحرارة على باقي الأنحاء وإلى هنا انتهى مجازنا الإخباري شكرا لحسن متابعة وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر